بسلام خير عجبين مشاهدين وأهلا وسهلا بكوا في حلقة جديدة من بلنامجنا سكين شوت طبعا النهاردة أول يوم من أيام رمضان كل سنوة حالكم طيبين ويعود علينا بخير بإذن الله ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني في فترة شهر المبارك ده تنتهي موضوع كورونا دي ونفوق كلنا من الغمة اللي على الشعب المصري كله فحقول بقى ايه كل سلام تطيبين النهاردة طبعا حلقتنا هتكون حلقة مميزة جدا حلقة فيها كوادر وتعتبر فيها عمالقة من المجتمع عندنا أول حاجة طبعا سائد النجوم الدكتور حاتم عسكر أهلا وسهلا بحضرتك شرفتنا فردين في حلقتنا النهاردة ومعنا الدكتور معنا المهندس عامل الأسواني أهلا وسهلا بحضرتك صاحب بمبادرة كون إيجابي أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك طبعا سعيدة جدا شرفتنا وإحنا في سيوم وبيبينكم بقى من آخر بل المسلمين زي ما بيقولوا طبعا شرف لنا طبعا نهاردة حضرتك طبعا في بداية أول يوم شهر الله الكريم طبعا بقول لكل الأمم العربية والإسلامية وكل العالم أجمع كل سهلا بحضرتكم طيبين إن شاء الله بإذن الله يكون بداية خير بداية استجابة الدعاء للمصريين واستجابة الدعاء لكل العالم لي مش هنقول الوباء هنقول طبعا الاختبار الحقيقي الاختبار القوي جدا جدا من سبحان الله وسبحانه وتعالى في بداية الشهر الكريم إن شاء الله بإذن الله تكون بداية نبدأ بس نلتزم ونبدأ هدوء ونبدأ إن إحنا نساعد الدولة ونبدأ إن إحنا نحقق الهدف المطلوب مننا إن إحنا حتى نخاف على أسرنا ونخاف على أهلنا إن شاء الله بإذن الله تعدي الفترة دي أول حاجة كل سامن طيبين والسادة المشاهدين كلهم طيبين كورونا بتلاق واللي بتلاقات اللي بتنزل من السماء ليها تعاملات خاصة وليها ظروف خاصة لازم نتعامل بيها ونقدر نرد بيها على الخالط اللي بتلانا بيها كورونا حدث كبير جدا وصعب جدا على شعب المصري خصوصا في المرحلة اللي إحنا فيها دلوقتي أود دخلنا أول يوم الشهر الكريم في عادات وتقاليد وعبادات هتتغير لابد إن إحنا يكون عندنا ثقافة التغيير مقابل هذا الابتلاق أي ابتلاق بينزل عشان الخالق ليه عندنا بعض التحفزات على أمورنا وعلى تصرفاتنا فلو ما انتبهناش للتحفزات اللي الخالق بتلانا من أجليها هتبقى مشكلة أكبر وظيفة أنت ما إحنا عايزين نقوله حاجة مهمة جدا دلوقتي بنوجيها لحضرتك بزفاتك يعني مختص بالشباب الشباب طبعا كتير جدا قاعد في البيت تمام والفترة دي فترة كورونا منهم يعني تعبان نفسيا يعني في كتير الداخل على التوك توك والحاجة دي يعمل المشاهدات وأحيانا برضو بينزل يعني في حظر لكن بينزل من الحظر ده بينزل يعني عادة تتكلم تعمل لي توعية تتكلم في حاجات ما يبصر بص ردي ما هقول لحضرتك على حاجة هو احنا ممكن نكون جاءنا فترة من الأوقات دلوقتي حاليا نحنا زهينا من كتر التوعية زهينا الأسف الشديد لإن احنا جربنا كتير جدا جدا من أسلوب التوعية للناس كلها ونزلنا بالتوعية لتحت المستوى ومستوى جميع المستويات ولكن للأسف الشديد الاستجابة لبعض الناس صعبة جدا الاستجابة ممكن تكون لبعض الناس صعبة جدا لزروف الحياة أو الزروف الاجتماعية ممكن الناس مش قادرة تقعد في البيت نظرا لزروف الاقتصادية الخاصة بيها وطبعا دينا مقدارش ألوم عليها لأن هي ممكن بتواجهه الأول مرض ولكن في نفس الوقتها تواجهه جوع عشان الزروف الاقتصادية أو الزروف المادية فدي مشكلة ولكن برضو المرض احنا ممكن نواجهه بشطة طرق حتى لو احنا موضوع الجوع أو موضوع قلة الموارد بس برضو أنت ممكن تعدي أسرة كاملة وتعدي منطقة كاملة لأن الوباء منتشر بطريقة غريبة وفي نفس الوقت كمان عن طريق انتشاره سهولة في انتشاره مش موضوع صعوبة حضرت أشارتي حاجة مهمة جدا للتوكتوك والتاكتوك للاسف الشديد أنت أشارتي النقطة مهمة جدا بقت مخترقة أنا حسيت أننا بقنا نتحارب مش بس حروب دبابات وطيارات والكلام دا كله لأ بقنا فيه أسلحة بيولوجية بقى فيه دلوقتي أسلحة الاتصالات النت والكلام دا كله بقى فيه بيخشيلي الحرب بتخشيلي جواه كل بيت وللأسف الشديد التيكتوك أو المعرفش ده بيتعاملوا به إزاي بقى دلوقتي من الولد الصغير الستيتيك كبيرة فعلا ده بقى أولادنا بالفعل بيعملوا كده يعني أولادنا بيعملوا ما أنا عايز أقول دراته أولادنا بيعملوا بالفعل الأم هاته بتبقى أحدا تفرج بتشجع ولادها بتبقى سعيدة جدا بيشغلوا أغنية وبيعملوا الأداء بتاع وهي بتعمل كده الأم الأم بسبق بتعمل ده اللي خلاني أقول إن الابتلاء لما بيزل من السماء ليه طلبات عندنا على الأرض لابد إنها تتحقق الطلبات دي أنا ابتلاء إلهي يبقى فيه تقرب ديني فيه اتباع عدد دينية محترمة مش إن أنا أخش واستثمر الوقت اللي أنا فيه في وباء استثمار خاطئ التيك توك دوت عمل المشكلة هو كان موجود لكن بوجود الحاضر والناس في بيوتها استثمار استثمار خطأ يبقى التوعية اللي إحنا كنا بنتكلم عنها في بداية الحلقة مش توعية طبية فقط لغير أعرف أنت قلت حاجة مهمة جدا وهي إن أنا بستثمر وقت حتى وانا قاعد في البيت حتى كمان وانا قاعد في البيت بستثمر خطأ خطأ مع إن كان جالنا فترة من الفترات ويمكن كنا عاشينها من قبل شهرين إن كلنا معظمنا بينزل عشان يشتغل ويشتغل ويشتغل وظروف شغله ممكن تفضل طول اليوم مرة مجموعة ما بجريكش الوقت إنك توعد مع أولادك مع أسرتك مع زوجتك فإنت جالك وقت دلوقتي إن أنت تكون متواجد طب التواجد بتاعك ده تأثيره في البيت هيبقى سلبي صعبة جدا إنك توبقى موجود طول الوقت في البيت وتأثير سلبي طب الدور الزوجة فين الدور الأب فين الولاد نفسهم اللي المفروض دلوقتي أنا بواعي بقى زكاة لصالة دور عبادة كل واحد وديانته كل واحد وأسطوب حياته ولكن في الآخر إحنا فيه اختبار حقيقي الاختبار ده شكلنا هنطلع منه على كارثة إخلاقية حقا الأنظمة يعني والدنيا اللي ماشى دلوقتي الوقتي طويل جدا يعني دلوقتي أهمها فيه سؤال ما مطروحة إن أنا وعلي إيجابة يعني دلوقتي هما مدوا منذ الحصر يعني خلوه ساعة 8 ساعة 9 9 خلاص خلاص بقى 9 هل الفترة دي كلها ما فيها تجمعات وفيها كل حدة دي مش كفاءة أنها تقتر مضاقرون ولا إيه بالزرعة طبعا يعني بجد ده السؤال اللي أنا كنت منتظر حلقة قوية زي دي إحنا ماشيين بنظام علاجي خطأ إحنا بنعالج المشكلة وكأنها كانت في السابق بنفس العقليات القديمة بنفس الفكر القديم آسف أنا من دمن الاعتراضات اللي كنت فيها الأيام اللي فاتت اعتراضي على الحذر نفسه أنا ليه أعمل حذر أسبب منه كارثة أكبر من حجم الموضوع اللي أنا فيه أنا ليه ما يكونش عند التقنين ما يكونش عندي زي مطالب بعض رجال الأعمال اللي أنا انتقاطهم انتقاط حد جدا في وقت من الأوقات لا أنا ممكن أخلي عجلة الاستثمار ماشية وأعمل ورديات للمصانيا أعمل تناوب محترم بشكل جيد لا العمل يقف ولا الانتاج يتأثر ده يا سؤال عمراء بعد إذن عدرك ده إمتى يحصل؟ ده ما يكون عندي توعية للعمال اللي هكون موجودة جوه المصنع ممكن صح ولا لا؟ والله أنا كنت جايب ومفاجأة النهاردة إن أنا أعوز أقول إن الحكومة مش هي الأداء المنفذة الوحيدة والموضوع ما يخصش الحكومة ولا الدولة الوحدية الموضوع يخصنا كلنا كلكم راعا وكلكم مسؤول الرعايته من أول رب الأسرة وأولاده لغاية رئيس الجمهورية كل واحد عليه دور الدور ده لازم يتفعل هذه الأيام إحنا لسه في في الكارسة الحقيقية ولسه عندنا ارتباكات كبيرة جدا نتظر الأيام اللي جاية لابد إن احنا ناخد بنا منها فالله أنا كنت عاوز أقول عليه المشاركة المجتمعية المشاركة المجتمعية النهارده دور الحكومات اللي بتنفذ الحظر أو بتنفذ القانون لوحدها مش هتقدر تتحكم في شعب 110 مليون تقريبا لكن نقدر نقول في جنود محترمة جدا من العمل المشترك يعني لازم يبقى فيه ناس عندها تواعية جروبات تنزل تام تواعية للشعب وده برضو هيرجع لدور معين جدا أنه هو رجال الأعمال والناس اللي هي تقدر عندها تصمم جروبات أو تعمل جروبات أو تعمل أعداد وتنزل بيها للشوارع وبيزداد كمان آني شوارع بقى الشوارع البسيطة الأماكن الشعبية الأماكن اللي دور التعليم والإعلام عندها قليل مش بسيط قليل أنه فقر ما عندهمش تلفزيون لأنه ما عندهمش وقت يعني يقعدوا قدام التلفزيون بينزلوا ويشتغلوا فأنا لما أوصل لكل واحد مجال شغله ومجال عمله يبقى أنا كده وصلت المجموعة مش كل واحد أروح لبيتو أروح للمحل يا ربطو ده شتفيزة هيرجع غريبة جدا أنا كنت في يوم جمعة ونزل فيه ست يعني قابلتني فأبتقولي يا بنتي هو ليه المحلات مقفلة ليه قفلة يوم جمعة يعني هي مش مدركة المحلات قفلة ليه حاجة يعني أنا استعجبت ما هو موصل لهاش مش ورد نفسه وده لا ده ماشي عادي جدا ولا كمامة ولا أي حاجة خالف حتى لو واحد قابلها فيشتغل لابس كمامة هتحك عليه ومت لبس ليه كده هو في حاجة هو حتى المرة ده بلبسه والكلام ده طب ليه يا دكتور رحاتي ليه ليه احنا موصلنا لناش موصلش للشارع حجم المشكلة هو بالفعل مش وصل طب يبقى يبقى لازم نفكر دلوقتي أنا لازم نفكر دلوقتي وعايزين لها حال أنا في البداية قلتلك إن الأليات مزالت زي ما هي في السابق طب أنا هقول لك يا زعمر ليه 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 في برامج معينة لغاية النهاردة شغالة بنفس طريقتها بالرغم إن النشاطة للرياضية خلص مقفول لا في برامج رياضية كبيرة جدا وبيتفرج عليها حدد كبير جدا طب أنا ليه ما بيجيش بقى في الحتة دي وباخد جزئية معينة ملمس بها للشارع للمواطن البسيط اللي هو بيحب الكورة اللي هو بيحب الرياضة ليه ما قلتلوش خلي بالك أوعى حاسب شوف اعمل لأن أنت واخدت سكة تانية تعاقدات العيبة والموسم الرياضي والأجهة الرياضية كأن الموضوع ولا كان وهذا برضو واجب ألامي يبقى ده جوز برضو خلينا نتكلم إن برضو إدارة الأزمة مش كاملة إدارة الأزمة من مؤسسات الدولة مع احترام الكل مجهودة وكل اللي بتؤديه على أرض الواقع والسيطرة بقايا كانت نسبتها اللي موجودة لا إحنا عندنا قصول إن احنا بنعالج بفكرة قديمة إحنا لابد إن نكون ما فيش حاجة أسمعه حذر أنا معترض على كلمة حذر أنا قادر أعمل تقنيم بشكل محترم قادر أنزل فرق من الشباب أدعمها بتدريب لمدة يومين تلاتة يعاون مؤسسات الشرطية وممكن الشباب يعاون بعضه أنا عايزة مجموعة شباب يا دكتور إنهم يعاونوا بعضهم هيتعامي إيه أكتر من إن الرئيس بينزل بيتفاجئ بحاجات في الشارع وبيعلق عليها هيتعامي إيه تاني يعني صراحة حذراتك أنا أسمعي حلقتك كلها كتير جداً بتقول إن الرئيس شغال واحده ودي حقيقة الرئيس شغال واحده طب إحنا لغاية ليه شغال واحده بفندك هو الوزراء التاني أو الناس التاني أو الأشخاص التاني خايفين معنا بدخل تليفونية الدكتور ياسر ألو ألو مساءل كيف سعنور زيكا دكتور الدكتور ياسر معي ألو 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 أهلا مع حضرتك أهلا مع حضرتك أهلا مع حضرتك دكتور ياسر كويسي حضرتك اتصلت بنا إحنا عندنا برضو مشكلة جامدة جداً يعني طبعاً بتعاني من مسألة الحضر دي الحضر طبعاً يعني أكل ناس معتقدان أن الحضر أكل أنا أقعد أكل طول الوقت وأنا واحدة من الناس على فكرة باكل كتير جداً يعني فعايز أعرف يعني نعمله إيه في موضوع السمنة بقى اللي بقنا فيها دي دكتور ودكتور حتن برضو تقول لنا الفكر ده بتاع أهلا وسهلا بحضرتك أنا سعيد جداً بالمذاكلة دي إن أنا مع حضرتك في القناة المحترمة دي أهلا وسهلا وبحقي حضرتك جداً وفريق العمل بتاع البرنامج أهلا وسهلا والحقيقة طبعاً إحنا كلنا لازم نبقى عاديين أهمية الحضر كان معمول عشان يقلل انتشار مرض الكورونا وده كان مهمة قوي بس الحقيقة إيه مشاكل الحضر بقى هو فيه مشاكل كتير قوي أشهرها إن يبقى عندنا مشاكل نفسية زي الاكتئاب وزيادة الوزن اللي هي الثمنة فهو للأسف بيبقى عاديين بقى في الحضر ما عندناش مشكلة جير أو ما فيش ورانا حاجة جير الأكل للأسف هنحدق ونحلي وهكذا طب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ عاديين بقى حضرتك عاديين بقى نكون حلو دلوقتي وبعدين حادق بعديين وهكذا ودي مشكلة كبيرة فالحقيقة إحنا لو سبنا نفسنا بالطريقة دي مش هيبقى فيه سيصارة أبدا على الوزن بعد الحضر وهتبقى يعني خارجين بمشكلة كبيرة وهي زيادة في الوزن والدخول في دوامة السمنة المقرضة بالظبط يجب هو طبعا أنا كجرح سمنة أنا طبعا ببقى مبسوط بالكلام ده لإنها هستجل بعد الحضر كوي يا دكتور أنا حاتم عسكر مع حضرتك أهلا بك أهلا بك واسنا حضرتك دخلت في نقطة مهمة جدا أنا كنت لسه بتكلم فيها في البيت عندي أنا من النوع اللي ما أتخنش خالص يعني أنا أساسا ما معرفش أتخن أي حاجة بكلها بقول ما معرفش أتخن ولكن بصراحة في الأيام دي من كتر ما بقيت بلاقي اختراعات في البيت كتير وحاجات كتير بتتعمل في البيت عندي وأكلات جديدة أول مرة أشوفها وقاعدين طبعا هم قاعدين دام التلفزيون بيدوروا على الحاجات التي تتعمل للطبيق الجديد وحاجات كلام ده كله فأكلت حاجات كتير بصراحة فظهر يعني زهر عندي الأعراض بزقت حبيبك تتخن بقى آه بالرغم من أنا أسطن يعني رياضي بس برضو عدرك عارف لا فيه خروج ولا فيه أندية ولا فيه أي حاجة فالموضوع عندي بقى ولادي بصولي بصة مختلفة يعني فالموضوع تلاتي عاملية آآ لا هو الحقيقة طبعا أنا لسه بقول آآ كله بيضخن أو أنا لسه زي ما بقول لسيادتك يعني الأعدة للأسف وما عندي نفس جدانة جد الأكل وطبعا السياد بدأت تتفنن في أصناف قوية جدا فحتى حضرتك الناس اللي هي كان عندها الحرق عالي جدا قال للحرق في الفترة دي لأن حتى حضرتك الجم مقفول والأندية مقفولة وقاعدين كلنا في البيوت فدي مشكلة فأنا الحقيقة برضو عشان آآ ما يبقاش في وقت كبير أخذوا من حضراتكم واتركوا برضو تكملوا الحلقة آآ أنا طبعا هقول بعض المصايح البسيطة جدا جدا اللي هي إن شاء الله تخلينا يعني برضو الحظر نستفيد بي آآ بإني برضو ممكن أفقد وازن أو على الأقل أثبت وازني أو أدود الحرق شوية آآ عن طريق بعض الحاجات البسيطة قوي يعني إن شاء الله يعني أصدرها مثلا آآ أول حاجة حضرتك لازم أكثر من شرب السوايد يعني مش أقل من ثلاثة لتر مية على مدار اليوم ده مهمة قوي آآ لازم أقلل المياه الغازية قادر الإمكان بكل أنواعها لازم أقلل كل العصير اللي هي مش طبعية وألاكس في الحاجات الفريش وأدود طبعاً أكل الخضار والفكة بدون أي ده تم حاول بقدر الإمكان برضو مش فرصة أن أنا أقعد في الحظر آآ أقلل بقدر الإمكان اللحوم الحمرة واللحوم البيضة على حساب الأتماك إحنا في رمضان يا دكتور إحنا في رمضان والناس هتأكل القنافة والأطايف والعصائر وكمان يا دكتور اللي أعلى بدان التليفزيون آآ يعني وما فيش حركة بقى بعد الفتار خلاص لا أنا أحاسس كمان إن المشوار ما بين المطبخ والصالة بقى ما فيش بقى حاطرة التلاجة في الصالة آآ ده بقى التاريخ آآ أخبر لكم فكل رايح جاي الباب بتاع التلاجة خلاص الكتر في البيت كمان بتروح فيه الزبطة كده آآ لأ دي مشكلة مشكلة كبيرة جدا هو الحقيقة حضرتك كمان أنا عايز آآ يعني آآ أركز برضو كمان في حتة الرياضة آآ إحنا رصبا عندنا هناكل بس طبعا إحنا كلنا عندنا أجهزة أجهزة رياضة في البيت يعني عندنا على الأقل اللي هو تريد ميل أنا ممكن آآ أقدر يعني على الأقل أعمل عليه على الأقل من ربع نصف ساعة يوميا عشان حتى على الأقل الاحتاس بالزنب بعد الأكل يروح للأسف يعني طف ولما عندوش أجهزة بقى الحركة بلا الحركات يعني عشان عليafar ما عليش بقى أطحرك من الصالة للأوضة آآ يعني أحاول triangular أرجع أطلع السلم وأنزل السلم واطلع السلم عندي سلم في البيته آآ أطلع السلم وانزله يعني أضعت الإيمان فعلاً أطلع السلم وانزله وبعدين أقل بفضل الإمكان إنشويات والسكريات يا جماعة إحنا نقلنا على رمضان وعندنا كرسة إتماية السكريات آآ انا مش عايز اقول لحظريتك كمان يعني انا عندي مسلا كجراح سنة عندي مشكلة كبيرة ان انا ممكن مريض كمان يتأل وزن كتير جدا بعد جراحات السنة وبعدين افاجئ ان حجم الكبدة عنده كبير جدا اللي هو التشمع الكابي دي ده بقى نتيجة جياجة السكريات انا ممكن اصعيد عن السكريات عارسوا حظريتك العسل النحل ده كويس جدا العسل الابيط ده كويس جدا وما يدنيش نفس المشكلة كبيرة بتاعت نسبة الجلوكوز العالية اللي مع السكر العادي شكرين جدا الدكتور حظريتك شكرا ليك يا دكتور طبعا شكرا دكتور ياسر معلومات مهمة جدا دي حاجة مهمة جدا ده انت ختيني في حتة مهمة جدا الاكل دي الاكل وبعدين بقى ايه ان احنا موروش حاجة في البيت غير دلوقتي ان هي وبصراحة يعني كل سيدات في البيت دلوقتي بصراحة انا كنت الاول بعظرهم بديش هدلهم بقى دلوقتي انا بصراحة لا 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 انا جاده وضار عظيمة بشونس عمر انا الاول يعني ايه اخش البيت اقول الاكل جاهز انا ما عنديش معلومة الاكل ده الجاهز ازاي في وسط تربية الولاد في المجهود اللي بتعمله لأ تعاملها كمان زيد عليها الضغط النفسي اللي هي محبوسة وطبعا السيدات في البيوت في الطبيعي نفسها نتا تخرجها تروح مشوار تروح دلوقتي مفيش خروج وشك في وشها طول اليوم الولاد هات وكل واحد له طلب بالذات لما يكون بقى ولاد بقى وتربيوتهم وقصة كبيرة شوار حضرتك بقى علي احنا النهارة فقدنا المتخصصين ان للمفروض نجدهم في هذي الايام يتعاونوا مع المشكلة احنا مش لقيمهم في المتخصصين الاجتماع في المتخصصين التغذية في المتخصصين البرامج الرياضية والتوعية الرياضية يعني حالك بتطلب ان نبقى فيه توعية من خلالها ده دول واجعين دماغنا من شهرين ثلاثة بيطلعوا في كل البرامج واجعين دماغنا تمحنا جي الوقت بقى ان احنا نتكلم تعالوا بقى وجعوا دماغنا عايزينكم بما يفيد بما يفيد انا في مرحلة قاسية جدا ويا جماعة بعد اذنكم الوباء مش هنتهي في شهر واثنين خلينا صراحة مع نفسنا وانا اسف وهواجه من خلال المنبر ده رسالة مهمة جدا لمؤسسات الدولة والمؤسسة الصحية رجاءا لو سمحتم فعلوا الوضع الحقيقي على ارض الواقع انا مش هاتف الراسي في زي النعام في الرمل في هذا التوقيت اللي جاي ممكن يكون انفجار وبائي مش مجرد وبائي الشعب كله مش مدرك خطورة الوضع ده يعني اوه فعلا مش مدركين الشارع بيتكلم الشارع مليان نازل كل الناس كلها شغالة كأن ما فيش اللي بتطلع من معالي الوزيرة كل يوم موجودة على شاشات التليفزيون مش بيخال غير مصدقة لا غير مصدقة ده فيه اكتر غير مصدقة انا بقول حضرتك الشارع انا بتكلم ونقيا عن الشارع واللي بقابله ما هو ليه بقى كمان الشارع غير مصدق اللي هي التصريحات دي كلها هو ما عندوش وعي حتى ان انا وانا بقول التصريح بتاعي عشان انت تصدقيه عشان يصلك التصريح بتاعي انت تصدقيه لازم اه اه وأقول لأ أنت عشان وصلت المرحلة دي فيه كذا غمر فيه مش عارف إيه مش أطلع أقول بكرة فيه كذا 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 طب أنا بكرة ليه؟ ليه أنا قلت كده؟ ليه أنا قلت كده عشان فيه وضحة اثنين ثلاثة يعني لما جي قرار وإحنا كلما نطالب وقف المترو كنا منقول الكلام ده ناس كتيرا يتلقى مش عارف إيه مع إن كانت الدولة ساعتها في الوقت دوت هتوفر إيطوبيسات للناس عشان يبقى فيه كذا كذا لكن للأسف الشديق إحنا برضو بنبقى عارفين إن هنا خطأ وبنعمله ورايحله بالضبط بنبقى عارفين أنا ما أقول لحضرات لابد مؤسسة الدولة مؤسسات الدولة كلها دلوقتي تشتغل بشكل مختلف أنا مش هنتظر أن أواجه مشكلة كبرى زي الدول الكبرى دي وأنا مش أد حجمها وهي أنهار بخيزة التوقيت يعني رأيك إحنا نعمل إيه؟ نتكلم عن مشكلة بوضوح وبأرض الواقع وبأرقام حقيقية ونوجد مش ما أقول حالة من الزهر أنا أقول إنها يكون عندي بلان كامل لمستوى الوباء وتفشيه في المجتمع عشان المواطن البسيط ده اللي النهاردة نازل لكماما موجودة على وجهه ولا أي وسائل دفاع هو واخدها ولا احترازات هو عامل بيها فلابد أنه يعرف أنه داخل على مشكلة كبيرة لكن النهاردة بعد انقضاء 3-4 أسابيع من المشكلة والوباء يا كابتن حاتم الناس خلاص إحنا عندنا شعب يتأقلم تأقلم مع الوباء وكأنه شيء عادي وموجود ده في حالة يعني كانت في حالة عرفتها في بيت واحدة واحدة إجار حديث فبنتها عندها فخوفا إنه هما يجيوا الإسعاف نال تشيلها خافت قالت له لا لا صاحب البيت يمشينا ما نقولش إن هي حالة كورونا كأنه يعني أصبح يعني في حاجات غريبة الناس خايفة وبرضو مش مدركة إن ده برضو كابتن حاتم البرح بيتكلمنا عن مشكلة كابتن حاتم البرح بيتكلمنا عن حاجة واحد هرب من حاجة صحي هرب عشان يعز والدته والدته توفت والدته أصلا توفت كورونا فهو كابتن عنده كورونا وهرب راح يعزي تخيالي بقى داخل العزم ومفيش عزة كده كده بس ترحى المدافن المقابر سلم على كام واحد بالأحضان طب الكام واحد دول راحوا سلموا على كام واحد يعني أنت علشان ممتك توفت راح تموت لقارية بحالها هو إيه اللي في ده ده برضو من إيه من التوعية عايز أقولك اتجاهات الدولة يعني في صراحة كنت كل ما أتفرج على برامج واطلع كلها يقولك الرئيس بيعمل الرئيس بيعمل كنت أقول إيه ممكن عشان برنامج بيقول كده عشان إعلام بيقول كده بصراحة جديدة جدا بصراحة الأزمة دي بيينت فعلا من الحكومة إذا كانت شغالة أو مش شغالة الرئيس القرارات اللي بتطلع من الحكومة قرارات كلها معتدلة بالنسبة للمجتمع اللي هنا عايشين فيه وكلها صائبة بس بعد إذنك كابتن حاتم أنا مش على المنصة دي عشان أمجد في أمر الحكومة مش هذا التوقيت التوقيت اللي جاية يا جماعة بيكون أصعب بكتير لا حكومة هتحتق يعني هيحمد شغلها ولا رئيس هيحمد شغله لو تفقم الأمر يا أستاذ عمر الحكومة لابد بتعلن قرارات حقيقية ويتم تنفيذها يعني الكرارات بتطلع بتطلع بس هم مش بينافذهم ما أنا بتكلم في كده مش لسا كنت بتقول لي مش لسا كنت بتقول لي إنه هو فعلا الرئيس بيزي ليشتغل والواحده أيها بس إحنا مش هم الحلد عمل فردي ما هو مش فعل عمل فردي ما عزين عزين عمله جروبات مجموعات تتدرب وتنزل وتعمل توعية بالفعل مش جروبات كمان عزين بفي ضمير والناس تخيف على بعض يبقى يا جماعة زي ما كابتن حاتب يتكلم كل واحد في المنبرة ويطلع يتكلم بلاش كلام السلب والهادي اللي بيخلي المشكلة مدفونة اطلع يتكلم بوضوح أنت شفت إيه؟ إيه اللي بتقابله يا كابتن حاتب؟ إيه اللي بتقابله يا سيد زينبين؟ هو ده اللي بتتكلم فيه لكن أنا ممنفعش النهاردة أقول الحياة وردية وأنا أقوى من أوروبا وأنا أقوى من إيطاليا وأنا منظومة طبية الأيام اللي فاتت الأيام اللي فاتت دي أنا عارف عشان وقتنا طبعا بيجري بسرعة الأيام اللي فاتت كنا المصطريف نواب الرجال أعمال مش عارف إيه السياسيين دلوقتي هم فين؟ فين هم حتى كمان حتى إعلاميا مش بينين سيبك من دورهم في الشارع إعلاميا مش بينين خايفين من الكورونا هو خايفين من الكورونا هو الشعب ده إيه اللي أنتو بتحتاجوه في أصوات انتخابية بتحتاجوه في شنطة بتودها لهم بتحتاجوه في حاجات معينة في توقيت معين ده هم محتاجين كدلوقتي أحلى بالناشر للناشر طب كلمة أخيرة حضرتك تقولها كما أخيرا أنا طبعا أنا سعيد جدا أنا موجود كون الصحوة جمال أنا محترمة طبعا محمد الملكي وطبعا كل المخرجين والمخرج المحترم اللي معانا واستقبالهم المحترم لنا جدا وصدرهم نومة يعني استقبلونا الوقت ده وتنكلم بطلاقة وبحرية بشكرهم طبعا شكرا جزيلا ولكن هم حاجة أن فعلا الفترة اللي بنمشي بيها أو الفترة اللي احنا مستمرين فيها فترة صعبة جدا أنا يمكن جالي وقت من الأوقات أن أنا هقول مش هبطل أقول توعية وهبط أقول كلام لأن الناس في بعض الناس بتطلع على الفيس بتتكلم معي وبتعلق لي أن الموضوع طبعا أنا هقعد في البيت مين اللي هيأكلني مين اللي هيشربني فالموضوع فعلان صعب أنا طبعا بشكر حضرك شكرا جزيلا على استافتك النهاردة شكركوا طبعا شكرا جزيلا على استافتك النهاردة شكرا حضرك كلمة أخيرة صغيرة أنا بس بوجه رسالة لكل المشاهدين اللي قدامنا دلوقتي وكل الأصدقاء لو سمحتوا أن يتفاعل مع الأمر الحقيقي أن يعاون مؤسسات الدولة كل واحد لدور يقدر ينفزه ولو بسيط ولابد معلش من المشاركة المجتمعية دلوقتي تنزل تساند الجهات التنفيذية في نشر التوعية ونشر الحظر اللائق بالضبط هو ده طلب شكرا لنا أنا بشكركم جدا أنا سعيدة جدا بالقاق وألف شكر لوجودكم معي في الحلقة ونتمنى أننا نتقابل مع بعض في حلقات أخرى ونكمل حديثنا مرة واثنين وثلاثة أشكركم بعزي المشاهدين وأتمنى أن يكون الحلقة عجبتكم واستفدتم منها وكل سنة وحضر لكم طيبين ورمضان كريم شكرا